أهلا بكم نبدأ من الشأن الإيراني والملف النووي الإيراني حيث اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف الدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي وأضف ضريف أن روسيا والصين هما فقط من تدعمان إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي يأتي ذلك بعد أن أبلغت السلطات الإيرانية كل من سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا في تهران بقرارها وقف تنفيذ جزء من التزاماتها في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي كما منح الرئيس حسن روحان الدول الأوروبية مهلة ستين يوما لإجراء محادثات حول الاتفاق النووي قبل اتخاذ تهران مزيدا من خطوات تخفيض التزاماتها إلى ذلك توالت ردود الأفعال الدولية على قرار إيران وقف تنفيذ جزء من التزاماتها في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي فبينما اعتبرت روسيا أن القرار الإيراني نجم عن استفزاز أثرته قوى خارجية عليها حذرت فرنسا إيران من إعادة تفعيل آلية العقوبات إذا لم تحترم التزاماتها النووية وشددت وزارة الخارجية الصينية على أن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 يجب تنفيذه بالكامل معتبرة أن كل الأطراف مسؤولة عن ضمان تحقيق ذلك من جهتها وصفت ألمانيا انتهاك ولو جزء من الاتفاق النووي بغير مقبول داعية إيران إلى عدم الإقدام على أي خطوات عدائية كما أفاد مرسل العربية في بريكسل أن الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة التزام إيران بكافة بنود الاتفاق النووي ينضم إلي من الكويت المحلل السياسي دكتور عيد المناع ومن الرياض ينضم إلي المحلل السياسي كامل الخطي أرحب بكم ضيفي الكريمين دكتور المناع سأبدأ مع حضرتك هذا القرار وهذه الخطوة من قبل إيران في أي إطار يمكن وضعها وما مدى جديتها بالانسحاب أو بخطوات أكبر من التي اتخذتها اليوم أنا أعتقد أن إيران تلوح بالقيام بأعمال لعله عسى أن تجد ردود أفعال تسند وضعها لكن يبدو لي أن ردود الأفعال المبدئية يعني فرنسا مثلا ألمانيا ليست مشجعة لإيران أما مسألة الصين وروسيا فأمر متوقع أن يكون إلى جانب إيران حتى هذه اللحظة لكن إلى أي مدى هذا الحقيقة سيعتمد على الفترات القادمة لا شك بأن إيران صحقت بالموقف الأمريكي وهذا طبعا أدى إلى أنها تتخذ مثل هذه الخطوات أنه والله تقلص التزامها بالاتفاق النووي أنها تعطي للدول الأوروبية ستين يوما لقيام بعمل ما لإنقاذ الاتفاق كما تدعي لكن الدول الأوروبية ليس بيدها الأمر الموضوع أمريكي إيراني أمريكي إيراني وبالتالي الدول التي ستخالف الطلب الأمريكي والقرار الأمريكي ستواجه بعقوبات هذه الدول لن تضحي بمصالحها من أجل إيران وبالتالي على الإيرانيين يدركوا أن هناك متطلبات ينبغي الالتزام بها مع ذلك لن تخيف التهديدات الإيرانية للولايات المتحدة ولا حتى الإقليم في بلق تران أستاذ كامل خط أيضا رحب بحضرتك كما ذكر الآن دكتور المناع الأوروبيين من المستحيل أن يضحوا بمصلحتهم من أجل إيران ولكن بنفس الوقت من خلال مواقفهم اليوم صحيح بأنهم حذروا إيران من أي تبعات لهذا القرار ولكن بنفس الوقت يبدو بأنهم متمسكين بهذا الاتفاق هل هي فقط هذه مواقف للإعلام أم حقيقة هم ما زالوا متمسكين بهذا الاتفاق مساء الخير لك و لضيفك الكريم الدكتور عايد المناع و للمشاهدين الكرام طبعا تفاصيل الخلاف حول فهم الاتفاق أو حول رأيات ما قد يؤدي إليه الاتفاق من قبل إدارة الرئيس ترامب تفاصيل أشبعت نقاشا في وسائل الإعلام أشبعوها المحللين تحليل و تفكيك ما أود الإشارة إليه هنا هو أكبر من ذلك شوي هنا المسألة قائمة على الأسس اللي بناء عليها إيران تدير شونا في المنطقة إذا نتذكر قبل عام لما أعلن إدارة الرئيس ترامب انسحابها من الاتفاق النووي أشار إلى قصتنا الاتفاق مصاب بعيوب في جوهرة من الأساس العيوب طبعا تلخص بشكل سريع ما يتعلق بالبرنامج الصواريخ الباليستية المواقف الإيرانية في المنطقة دعم إيران للأنشطة الإرهابية في المنطقة إلى آخره هنا طبعا المسألة تعلق بتعديل سلوك إيران إجمالا يا أما تعليق السلوك يا أما تعديل السلوك يا أما تعديل النظام هو على كل حال استسكامل إيران قالت بأنه لن تقبل بأي تعديل إلا وفق إطار الملف النووي والاتفاق النووي الذي أبرم وحذرت من الذهاب مجددا إلى الأمم المتحدة هو كارثي الاتفاق في أساسها الاتفاق في أساسها كارثي الاتفاق كان سيمنح إيران يد عليا في المنطقة وهذا طبعا فيه تهديد إلى أمن واستقرار دول المنطقة خصوصا مع المشروع الإديولوجي اللي إيران تعمل عليه من عام 1979 فهذا الاتفاق كارثي ومن صالح دول الاعتدال في المنطقة على رأسها السعودية والدول التي تنسق مواقفها السياسية مع السعودية كالإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر حتى الأردن والدول الأخرى في العالم العربي ليس مصلحتها في شيء أن تمتلك إيران يد عليا عليها في الإقليم كما يلحظ الجميع طبعا هذا ما لا يحتاج إلى بحث ولا إلى تحري كما يلحظ الجميع بأن إيران دائما عبدا تزدهر في مناطق الفوضى دولة تزدهر في مناطق الفوضى يزداد نفوذها في مناطق الفوضى تمنح يد العليا على الإقليم فماذا سيحل بالإقليم لاحقا سنسأل دكتور منع أراء مسألة اتفاق تفاصيلة دكتور منع تأثير كل هذه المواقف كل هذا التصعيد من قبل إيران المواقف التحذيرية من قبل الدول الأوروبية ما يهمنا هنا هو تأثير ذلك على منطقتنا وخاصة أيضا رأينا خطوات أمريكية منذ يومين أيضا وما أرسلته إلى المنطقة إلى ماذا أو ما هو المشهد في الأيام المقبلة في منطقتنا يعني أولا الحقيقة حي أخي كامل وحي كمرة أخرى الموضوع إيران قد الحقيقة ترتكب عمل ما ربما تكون في البداية تهويشات نوع من إرسال قوات طرابيد في البحر عرقلة بسيطة تعرفي الحقيقة مضيق هرمز يمر في حوالي 80% من النفط المتجه إلى العالم وبالتالي إيران ممكن أن تستغل هذه النقطة وهذه حقيقة يعني عملية خطيرة إيران وضعها العسكري ليس على ما يرام وهذا ليس يمكن سرا حتى الإيرانيين ممكن يتحدثوا فيه لأنه السلاح الذي لدى إيران هو السلاح بسليت سلاح قديم جدا وقطع الغيار غير موجودة أنا باعتقادي سلاح الجو في الإمارات أو في السعودية لا يجاريه سلاح الجو الإيراني على الإطلاق والحرب الجوية الله إن شاء الله يبعدنا عنها هي حاسمة في كثير من الأوضاع خاصة بالبلدان المتباعدة نسبيا لذلك قوة المنطقة العسكرية قد تحد من الطموحات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية لكن دائما أقول أنا في إيران هناك متطرفون وهناك شد تطرفا للأسف الشديد وقد الحقيقة تذهب الدول ضحية هؤلاء المتطرفين سواء كانوا تنظيمات أو دول يعني ممكن مجموعة من المتطرفين يقوموا بعمل يزجوا بالدولة الإيرانية كلها إلى المواجهة إرسال قوات أمريكية أو بارجات حربية إلى المنطقة هي مؤشر على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن واستقرار هذه المنطقة الخلاف ليس بين الخليج وبين إيران الآن على الأقل الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران ولكن كل هذه الخلافات دكتور منا ستؤثر طبعا على منطقتنا اسمح لي أن أعود إلى استزكامل الخط استزكامل هناك ستين يوما أعطتهم إيران للدول الأوروبية لمهلة هل من الممكن أن تقوم إيران إذا بحال حقيقة لديها النية بأن تقوم بأي عمل عسكري أو أي خطوة مثلا مثل الإغلاق مضيق هرموز برأيكم هل ستقوم به قبل انتهاء هذه الأيام الستين أم في أي وقت من الممكن أن تحصل هذه المواجهة أو هذه المغامرة إذا صح التعبير طبعا هناك مخاوف من قيام مجموعة نافذة داخل الإدارة الإيرانية باتخاذ خطوة متطرفة قد تعجل حقيقة بحدوث مواجهة عسكرية لا نتمنى حدوثها في المنطقة أبدا لا نتمنى حدوثها في المنطقة الخليج العربي بأكمل قناة حوض ماء يضيق وما يحدث على ضفة قد يؤثر على الضفة الأخرى وهذا ما لا نريد أن نشهد عليه في الأيام القادمة لكن أستبعد مثلا قيام مجموعة متطرفة الأقدام على خطوة متهورة كهذه لا يمكن استبعادها يجب وضعها في الحسبان ويجب العمل على هذا الأساس يجب اتخاذ إجراءات احترازية قبل حدوث هل المنطقة لدينا لديها هذه الإجراءات؟ وخاصة بأن هذا الموضوع مثار منذ سنوات والفوضى التي ترتكبها إيران في المنطقة أيضا مشهود لها والكل يعرف كيف تتدخل بشؤون المنطقة هل نحن على جهوزية لهذا؟ للأسف المنطقة غير جاهزة تماما لا توجد مثلا ممرات بديلة كفيلة بتعويض الكامل عن المضيق في حال إقباله أو في حال تحول المضيق إلى منطقة عمليات عسكرية أو منطقة غير آمنة لمرور أمدادات النفط من الخليج العربي إلى العالم الآن طبعا الاعتماد قل على المضيق لا شك لكن لا يزال نسبة مهمة من نفط العالم تمر من خلال هذا الممر المائي فأعتقد أنه طوال الفترة الماضية أعتقد أن دول المنطقة كان يجب أن تكون عملت على البدائل بحيث أنه عندما نشهد ظروف مشابهة الظروف لنشهدها الآن لا تكون دول المنطقة وشعوب المنطقة تحت هذا الضغط الهائل لأنه أي مواجهة عسكرية في المنطقة نحن نعلم كيف تكون كارثية على المنطقة وأنكنا لا نرغب في رؤية نظام في دولة بحجم إيران وقوة إيران البشرية وتموقعها الاستراتيجي أن يكون نظام بهذا التطرف نظام يحمل مشروع توسعي قائم على أسس مذهبية تعمل دائما وأبدا بعث القراقل في منطقة ومحاولة إدامة القوضة أعذرني ولكن سأذهب إلى دكتور منا قبل أيضا أن ينتهي وقتنا إيران أيضا لديها مشكلة اقتصادية كبيرة والمواطن الإيراني والشارع الإيراني أيضا هو بوضع غير مقبول أبدا البطالة وصلت وتضخم وصل إلى أعلى المستويات هل برأيكم إيران قادرة على القيام بمغامرة مع دول المنطقة ومع الولايات المتحدة في ظل هذا الجو الداخلي الموجود فيها طبعا يعني على المدى القصير قد تكتفي إيران الحقيقة بالتهديدات والتلميحات وإلى آخر ولكن لا يمكن ضمان على المدى البعيد يعني الحقيقة على المدى الطويل قد يجد النظام إنقاذه في حال أنه دخل في معمعة حرب وهذه للأسف الشديد عند القوى المتشددة والمتطرفة لا يهمها ما هي الأضرار التي تحدث للمواطنين ولسكان الدولة بقدر ما يهمها أن تبقى هي في السلطة مدعية ثورية والتقدمية وما شابها ذلك لذلك أنا لا أستبعد الحقيقة أنه إيران في ظل وجود المتطرفين ممكن أن يحدث مواجهة عسكرية ومثل ما شارخي كامل للأسف المنطقة ليست مهيئة للمواجهة من حيث إيجاد البدائل عسكريا إيران أضعف من المنطقة نقولها بكل وضوح عسكريا إيران قد لا تكون قوية من حيث الآليات والتجهيزات والطيران وإلى آخرها عندها بشر موجود نعم وليس بينها وبين الخليج طرق برية الإشكال اليوم لولايات المتحدة إذا استطاعت أن تضغط على جميع الدول الأخرى وتوقف أي تواصل مع إيران سيضطر إيران أن تعيد تحديد سياستها وسلوكها وهذا ما نريده وقد يكون أيضا هذا الضغط يأتي من الداخل من خلال البطالة ومن خلال حقيقة حالة الفقر وهذه ليست جديدة أصبحت متعمقة في إيران لذلك قد يتحرك الجمهور الإيراني من الداخل للتخلص من الوضع في إيران مثل ما تخلص السودانيون والجزائريون وآخرون من وضاع ليست مرضية لهم بالرغم أنها كلها أقل ضررا على شعوبها من النظام الإيراني على شعبه أشكرك جزيل الشكر من الكويت المحلل السياسي دكتور عيد المنا ومن رياض أشكرك المحلل السياسي كامل الخط على مشاركتك معنا في الرابعة